مشاهدين بعد أسبوع من الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وما شهدته هذه الفترة من تبادل للمحتجزين والأسرة بين الجانبين تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد فشل محادثات تمليد الهدنة ومع الساعات الأولى لتجدد هذا العدوان مشاهدين قصفت مقاتلات الاحتلال معظم مناطق قطاع غزة بما في ذلك بنايات سكنية ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء تكثيف الاحتلال قصفه على مختلف مناطق القطاع جوا وبرا وبحرا أجبر المدنيين الفلسطينيين على العودة إلى الشوارع بحثا عن ملاذ آمن وفي وقت لم يعلن جيش الاحتلال بعد عن استراتيجية محددة يستهدفها في القطاع أظهرت عمليات القصف تركزه في مناطق الوسط والجنوب سلاح المدفعية بجيش الاحتلال استهدف شرق المحافظة الوسطى بالتوازي مع استهداف سلاح الجو الإسرائيلي مخيم النصيرات ومنطقة المغرق جنوب مدينة غزة طائرات الاحتلال أيضا استهدفت مدينة خان يونس وبلدة عبسان شرقين مدينة كما استهدفت منازل المواطنين في رفح جنوب القطاع يأتي ذلك فيما قصفت الزوارق والمدفعية الإسرائيلية سواحل مدينة غزة والنصيرات والزوايدة والمناطق الغربية لوسط القطاع بالإضافة إلى مناطق شمالي غربي قطاع غزة كذلك شن الاحتلال عدة غارات على محيط مستشفيين ناصر والأوروبي في خان يونس بما يؤكد استمرار وجود المرافق الصحية والمدنية على لائحة بنك أهداف الاحتلال على الجانب الآخر مشاهدين أعلن جيش الاحتلال تقسيم قطاع غزة إلى عدة مناطق تمهيدا للمرحلة المقبلة كما قال حيث سيطلب من السكان المدنيين الإخلاء خلال عدوانه العسكري حسب المناطق المرقبة